عايزة تطامن على شريف الحمد لله لان طبعا انت عرفت الفترة الاخيرة شريف اكرامي ومنشطات لا خليك واضح في كلامك اه وضح لنا ليست منشطات ايوة وليست هرمونات حل وليست مخدرات حل تلات حجات عشان بس الناس يبقوا عارفين ايه اللي عمل البلبلة دي اللي عمل البلبلة ان في برشام شريف كان بياخده عشان ينزل الدهوم من جسمه خلاص هو فعلا خسس جدا بموافقة من طبيب نادي بيراميدز خلاص وموافقة من الصيدالي صديقه والكلام ده ثوبت في اللجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي خلاص ان لا فيه لمنشطات ولا فيه هرمونات ولا فيه مخدرات تمام خلاص التلات حاجات اللي بيعاقب عليه اللي بيعاقب دي ممكن يبقى فيها تحزير اه او عقوبة مخففة اللي هي اه ممكن تبقى شهر اقصاها تبقى تلات شهر زي كنين بامبو تقريبا لا كريم خدسة شهر هذا ما اعتقد اه بس هو نفس الدواء تقريبا لا كان منشطات كريم هم بيقولون نفس الدواء والله لا نفس الدواء تخسيس اه دواء تخسيس يبقى خلاص اه يعني ف وان شاء الله بكرة حيصدر القرار هو اخطر اه الدكتور أثناء المباراة بيختروا بنوع الدواء لما بيكون بلعب مباراة فقية كاتب ايه اصي شريك مش هتعدى عليه جدا شريك اترامي مش هتعدى عليه الحاجات كاتب على العينة بتاعته انه هو واخد هذا الدواء وبعت دوكمنت الليه لجلة الانضباط بجواب من دكتور النادي بخط ايده بخط من النادي انه هو اللي صرح له به وجاب برضو جواب من الصيدلي انه هو صرح له به وجاب جواب من هيئة الدواء المصرية طب يبقى فيها كوبة طالما هو الدكتور تحذير طالما ما هو كريم بامبو خاد ستة شهور يعني هم ما ملهمش علاقة بالكلام ده مهيب لا اصيب فيه بند فيه بند فيه فرح وانت كاتب تقرير الدكتور بييجي في المباراة اللي فيها دوبينج او المباراة اللي فيها تحليل منشطات الدكتور بييجي يسألك يسأل اللعيبة خدت حاجة النهاردة يقول له انا خدت دواء مثلا وليكن دواء مسكن ممكن دواء المسكن دواء اللي انت بتديه في العادي او بتاخده في العادي يكون فيه مناشط فيكتبه قدام مهيب واخد مثلا دواء كذا كلان واخد دواء كذا ويهي بيطمدي عليه من الدكتور بيرفق البتاع انا ما خبتش عليك ان انا واخد دواء نوعه كذا فلما بييجي مثلا كابتن اكرامي في اللجنة بيبقى عارف اه ده كان كاتب ومصرح للدواء كذا وعلى فكرة دواء دوت في الجزئة اللي هي بيعتمد عليها لجنة الانضباط خلاص ليس لها علاقة بانها تدي باور بالعكس ده هي بتأثر على ضربات القلب فدي فيها تحزين